اكد صاحب السموي الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة تطوير مسارات التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين وجزيرة إيمان بما يعود بالخير على الجانبين والفتا سموي لأن مملكة البحرين توصل تعزيز علاقتها الاستراتيجية عبر الدفع قدما بأوجه التعاون المختلفة مع الدول الشقيقة والصديقة نحو مستويات أكثر متانة بما يخدم المصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموي حفظه الله في قصر الإقضابية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء لدى لقاء سموه معالي السيد الفيرد كانان رئيس وزراء جزيرة مان بمناسبة زيارته للبلاد حيث رحب بمعاليه مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري لخلق المزيد من الفرص النوعية من جهته عرب معالي رئيس وزراء جزيرة مان عن تقديره وشكره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبده من حرص على تطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار